السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائما في إطار مواكبة المستجدة في هذا الفيديو سنحاول ما أمكن نعطيه بعجلة تلخص على السنة في الفيديو المقبل سنحاول نتناول تعديلات المقترحة لندم الأساسي مادة بمادة من يجب أن نتناوله أهم الأمور التي جاءت في هذه التعديلات اليوم المقترحة لندم الأساسي نبدأ بالمسألة المتعلقة بالإدماج المتعاقدين هذا ما سيقولون بأن المادة الأولى والمادة الثانية راه في هذه المسألة الإدماج المتعاقدين ولكن في ماذا؟ الحدثة ما كانش شيء حاجة بينه ووضحة وصريحة لتتنص على إدماج المتعاقدين بل أكثر من ذلك تم الاعتماد فقط على المادة 4 من قانون الوظيفة العمومية بحين أن يكون الاعتماد على قانون الوظيفة العمومية في سياغة مختلف النصوص والمواد ذات النظام الأساسي هذا من جهة إذا لم يكن هناك إجابة واضحة فيما يخص إدماج متعاقدين من شكل صريح في الوظيفة العمومية يعني لا جديد بالنسبة للمادة 3 المادة 3 فعلا كين هناك تحسن في النظام الأساسي مش أمكان تقول في حالة التعارض يسري النظام الأساسي بهذا القانون الوظيفة العمومية وهذا فيه خرق حتى القانون مسألة تغييرات يخدعون في تدبير شؤونه من السلطة الحكومية منكلفة بالطلبية والتكوين أو السلطة المختصة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاربية العمل يعني تغييرات هنا العبارة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاربية العمل يعني في إحالة للقانون الوظيفة العمومية مسألة أخرى اللي بنت نشر لها فيما يخص اللي بقي على أسنة إن شاء الله هنحاوم تناول هاد المواد مادة بمادة نجيو مسألة ديال تعويض هم نصوا بأن هذا المرسوم أن تعويضات التكميلية للتعويض التكميلية على الأعباء والتعويض التكميلي اللي كان من قبل هذو التعويضات نصوا أنهم ما بقيش أي تحتفون تم وعيونه في مرسوم خاص ولكن الإشكال فين كان وأن زاد تعويضات تكميلية مجموعة الفئات المساعدين التقنيين والمتصرفين ونفس الخطأ قناعوضوا رتكبوا من جديد وكان استثناءوا هيئة التدريس بالخصوص الابتدائي والإعدادي ودائما نقولها لا لتفي لا لتفرقة نعم للعادلة الأجرية نريد أن الجميع يستفيد نحن ليس ضد ولكن نريد أن العادلة الأجرية بحيث أن في التعويضات كانت 500 درهم بالنسبة للتأهيل و500 درهم بالغضية للتعويض رهم هذه الجدان ونزيدكم بأن دائما تنذكر هذه التعويضات لا تحتسبش في التقاعد يعني التعويض هي فقط مرتبسة المهمة إن فوقاشة الإنسان تقعد وإذا كان التعويض لا تحتسبش له هذه المسألة أخرى تيخص أن تبهوا لها إذن دائما استثناء هيئة التدريس من أي تعويض هذا من خصوص التعويض ونصب أن هذه الأمور ستكون في نظام أساسي ولكن ستكون في مرسوم خاص طبعا لتحديد ما يتطرع لهذا هو النهية الخفية ثم مسألة أخرى تتعلق بالترقية بالنسبة للإطار دائما تناوي أراد التحدث يعني أولا عندناها الإبتداء إعدادي تأهيلي المسألة هذه تتعلق بالترقية الجديد فيما يخص الترقية في الرتاب نحن كنا نقول بأن ضرورة مراجعات ندم الترقي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى درجة وأيضا بشكل سليس تضمن أن الجميع يستفدوا من الدرجة الممتازة هنا سنرى ما الجديد في هذه النقطة الجديد هو وفق دائما المدة 48 كان في هذه الحالة المرسوم جرى 1963 وهنا باقي نزيد نأكد بأن باقي الأرقام الاستدارية باقي هي هي قطة جرى 1963 في الجديد المقترح هو تتم الترقية من رتبة إلى رتبة الموالية وفق الأنسق التالية نحن نركز إلى النسق السريع من رتبة واحد رتبة جوج سنة من رتبة جوج إلى رتبة ثلاثة سنة من رتبة ثلاثة إلى رتبة أربعة سنتان ومن رتبة أربعة إلى رتبة خمسة أيضا سنتان وأيضا من رتبة خمسة إلى رتبة ستة سنتان ومن ستة إلى سبعة سنتين أيضا من سبعة لثمانية سنتان من ثمانية للسعود سنتان وأيضا من سعود الرتبة عشرة سنتان إذن هذا بنسبة للسريع ما ننضيش على المتوسط ولا البطي نضيش على الترقية السريعة ولكن تابعونا وتتم الترقية في الرتبة عشرة أو من الرتبة عشرة إلى الرتبة 11 ومن الرتبة 11 إلى الرتبة 12 ومن 12 إلى 13 مباشرة كل سنتين ولاحظوا هنا يمكن الولوج إلى الرتبة الاستثنائية عن طريق الاختيار بعد التقايد في جدول الترقي بعد قضاء سنتين على الأقل من الخدمة الفعلية بالرتبة 10 وذلك في حدود 10% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية من الدرجة المعنية وتتم الترقية من رتبة وامتابه هنا بمعنى رهد الدرجة الجديدة ما كيناش بقية تغير رتبة الاستثنائية باش نكونوا واضحين باش نكون شو واعدية فيهم بأن هذا الرتبة لا أعلى باش درجة الجديدة هذه الرتبة الاستثنائية نبا 12-13 دفack天 الأستثنائية وتتم الترقية من رتبة إلى رتبة الموالية بالنسبة للم ng vào f 순 bus على ثلاث سنوات بمعنى أو ثلاث غير ثلاث سنوات بمعنى لكي تستفيد الروتبة 5 في الدرجة الممتازة تدوز 15 سنة بمعنى 3 في 5 يساوي 15 سنة عاد لكي تصل الروتبة 5 في الدرجة الممتازة إذا لاحظوا هذه الأمور لا يوجد شيء جديد فيها حتى الدرجة المخص التي كنا نطلبها وعلى الأقل حتى عندما لم يكن الإنسان يجب أن ننزل بالنسبة للدرجة الممتازة وعلى الأقل لا يمكن أن ترقم رتبة 1 أو رتبة 5 تشترط 3 سنوات وإنما لي مالة تشترط سنة واحدة فقط أو مقتراحة أخرى هدف ما يخص الترقية الدرجة الجديدة لا يوجد حتى الروتبة 5 في الدرجة الممتازة لا تستفش منها إلا بمرور 15 سنة نجد المسألة أخرى متعلقة بالمهام المهام فعلا نجد المهام 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 تحسرات التربية والتدريس تقيم المشاركة في تنظيم امتحانات المدرسية المشاركة في تنظيم امتحانات المدرسية وفق التعديل وفي تلك المدرسية المهام المهام وفي تقيم المهام وفي تقيم المهام وفي تقيم الموظفين تقيم بأن أمور أخرى تزد في هذه المسألة هذه من قبل نرجع لها التقييم والأداء بالنسبة النقطة المتعلقة بتقييم الأداء المهني تقييم الأداء المهني وهناك سنتبهوا مزيان المهام تحددات ولكن نرجعنا لتقييم الأداء المهني نرى التعديل المقترح يخدع الموظفون باستثناء المنتمون منهم إلى هيئة الأساسية الباحثين في الطلبية والتكوين لتقييم سنوين الأداء المهني يتمحور حول العناصر الآتية وفق التعديل انفيد المهام جودة الممارسات المهنية بما فيها استثمار التكوين المستمر الالتزام المهني بالضوابط الجاري بها العمل الانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج من أجل حصول على علامة الجودة بمؤسسات الريادة يعني انخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج هذه الإضافة من أجل حصول على علامة الجودة بمؤسسات الريادة يعني منخراط مختلف أنشرة المؤسسة يعني بحال إلى هذه المهام اللي كنا نضافتوا صفة مباشرة هذه غير مباشرة بالإضافة إلى نقطة محصلة عليه برسم السنوات المطلوبة لهذه الترقية ونتائج تقييم الأداء المهني يتم اعتماد معياري الأقدمية العامة والأقدمية في الدرجة يعني غيحة نحتى على الأقدمية العامة والأقدمية في الدرجة كما يتم بالنسبة لأوتر التدريس الأخذ بعيد اعتبار استمارات تقييم تاتي للأداء الموضوع رهن إشارتهم والمعبئة من طرفهم قبل الخضوع للتقييم إذن هذه هذه هم الأمور اللي تزدت هنا يعني تم إدراج عنصر إنخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج من أجل الحصول على علامة الجودة بمؤسسة الرياضة يعني هذه الدفط ضمن تقييم الأداء المهني كما قلت بصفة غير مباشرة هذو كل مهام اللي كانوا تزدوهم في نظام السلم الشؤوم بطريقة مباشرة رجعوا على الثاني بطريقة غير مباشرة هذا ما يتقيم أداء ملاحظة أخرى هنا فيما يخص تحفيز المهني المادة التي تتضر على مدارس الرياضة يعني على ما أظن المادة التي تم حدفها المهم أنها المادة التي تتضر على مدارس الرياضة ومدرسة الرياضة ومين حالها ستقام مهم هذه المادة تم حدفها بالنسبة للمادة 64 ومدارس المادة مدارس تتضر على المادة 64 ومدارس 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 تطبق على الموظفة الخاضعين لمقتدرة المرسوم فيما يتعلق بالتأديب الأحكام المنصوص عليها في الظاهر الشريف المشار إليه أعلى رقم 150 صادر في 14 1377 24 فبراير 1958 بمعنى قانون الوظيفة العمومية ومدارس ومدارس العنوان تغيير العقوبات التأديبية يعني العقوبات التأديبية تغيير العنوان للباب التاسع من المرسوم العقوبات التأديب ثم هذه تقريباً بعض غير فقط في عجلة سنقوله ملخص باقي كانت مجموعة من الأمور منها حركة الامتقالية منها أيضاً مجموعة من الأمور أخرى إن شاء الله ولكننا نتناولها في فيديو آخر مادة بمادة سنحاول ما أمكن إن شاء الله نتناولها بتفصيل في الختام مسألة أخرى اللي غابت في هذه الحوارات هذه أهم تعديلات ولكن مسألة أخرى اللي غابت فالحوارات اللي هي أهم هي مسألة استرجاع المبالغ المقتطعة كل فدبات تقريباً جميع المسؤولين أجمعوا بأن هناك خطأ خطأ في إنزال هذا النظام الأساسي إذن طالما كان هذا الاعتراف بأن هناك خطأ بأشكي ماذا يعني ذلك؟ يعني أن أول شيء لخصيكون وإرجاع المبالغ المقتطعة لأن من يتحمل المسؤولية هو الوزارة الوصية بإصداره هذا النظام الأساسي المسؤول إذن أول حاجة اللي كانت على النقابات أنها متفوت فعليها وقبل ما تنقش أي بوندولة أي حاجة هو استرجاع هذا المبالغ طالما أنه كان اعتراف أولاً بمشروعية الحقوق ثانياً بخطأ خطأ الإداري كان حالياً بالنقابات أنها الطلب باسترجاع أولاً وقبل كل شيء باسترجاع هذه المبالغ المقتطعة أولاً لضم لضمان وصون حق الدستوري في الإدارة ولكن هذه النقطة هذه اللي غابت وهذه كانت شجلوها على الحوار لابد أن إجابة ماضحة راه كوشيك يقول بأن غن نقضوه هذا الموصيم ولكن غير يكون شي حاجة إلا بنا نقضوه هذا الموصيم ما يمكسن نقضوه إلا ما كان استرجاع المبالغ المقتطعة ما يمكسن نقضوه هذا الموصيم إلا ما كانت تلبية واستجابة حقيقية لجميع مطالب رجال وإنساء التعليم هو الخصوص هيئة تدريس إذن مرة أخرى من هذا نوجد رسالة بأن أول شيء ومن غدا يصدر قرار قرار بيسترجاع جميع المبالغ المقتطعة لأن الوزارة التي تتحمل المسؤولية وعليها تحمل التابعات وهنا مسؤولية قصيرة أيضا عليها تحمل التابعات وأيضا النظام الأساسي حداري أننا نكون نقطف نفس الخطأ ويصدر نظام أساسي موجحف وعادل أو عفوا موجحف وغير عادل ونقول لي أعود تاني في نفس المثلثة هالدورة هالدورة التانية إذن هنا أخصى نفكره بعين الحقل وعين الصواب بغينا إصلاح ونتمنى أن يكون فعلا إصلاح حقيقي وذي ما تنقول لو تنعودها لا إصلاح بدون الاهتمام براجل التعليم بهيئة التدريس خصوصا لأن هيئة التدريس هي التي تصل إلى الإصلاح والقسم والأساتي دا باش ما كان الاهتمام بهم غين خارطوا كمسلثة وتعويض الساعة تحدث بأديمة بلما يزيد معانا في أحد ولكن إذا بدنا نجحوا في إعلام هذا الموسم التراثي نحلوا هذه المشكلة وأيضا استرجاع المبالغ المقتطعة وتحية